خلال مؤتمر صحفي اعتبر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن حادثة اختطاف اللبناني عماد أمهز من البترون تمثل خرقا وعملا حربيا وأن التحقيقات جارية لكشف ملابساتها ومضيفا أنه سيتم توجيه أسئلة إلى اليونيفل عن الحادثة كل لبنان يتعرض لاعتذائيات جنوب لبنان يتعرض لاعتذائيات ولخروقات كبيرة وهذا الخرق هالمرة حصل بشاطئ البترون بشمال لبنان وهذا عمل حربي التحقيقات جارية تحت إشراف القضاء المختص من قبل شعام المعلومات وكذلك يجري تحقيق داخلي من قبل الجيش اللبناني وسيجري توجيه بعض الأسئلة لليونيفل إنما نحن بهذا الموضوع لا بدنا نستغرب في ظل الحرب الكبيرة على لبنان ما بدنا نستغرب مثل هذا القرق إنما نحن هون بدنا ننتهز هذه الفرصة لنأكده أكثر وأكثر على وحدة لبنانيين لنأكد أكثر وأكثر على وقوف اللبنانيين إلى جانب الجيش اللبناني إلى جانب القوى الأمنية والعسكرية رجحت صحيفة التلغراف البريطانية أن القبطان البحري اللبناني عماد أمهز والذي اختطفته القوات الخاصة الإسرائيلية قبل أيام رجحت أن يكون عميلا مزدوجا بين إسرائيل وحزب الله وعتبر خبراء للصحيفة أن سيناريو اختطاف أمهز غير العادي قد يؤكد احتمالية هذه الفرضية خاصة بالنظر إلى مقتنيات أمهز التي تركها خلفه من جوازات سفر متعددة وشرائح هواتف وحافظات بيانات هامة ما يؤكد وفق التلغراف من أن الهدف من العملية كان لإنقاذ ونقل أمهز إلى مكان آمن خارج لبنان في حين رجح مصدر إسرائيلي للتلغراف أن يكون أمهز عنصر كبير في وحدة حزب الله المتخصصة في نقل السلاح والتكنولوجيا كما نقلت التلغراف عن مسؤول لبناني قوله إن الدلائل تشير بشكل كبير إلى أن أمهز كان عميلا مزدوجا رغم تورطه في تهريب السلاح للحزب مما قد يجعله سيدا ثمينا لإسرائيل وسيكون من المفيد ابقاؤه على قيد الحياة بحسب قوله وكان كوماندوز إسرائيلي نفذ قبل أيام إنزلا بحريا اختطف خلاله عماد أمهز من شمال لبنان بتهمة الانتماء للوحدة البحرية في حزب الله من بيروت المحامي والناشط السياسي الأستاذ ربيع الشاعر أستاذ ربيع أهلا بك خلينا نبدأ في قراءة هذه المساعد الدبلوماسية نبدأ بما قاله سيد نجيب مقاتي واجتماعه ومطالبته بتنفيذ القرار 1700 وواحد دون أي إضافات وهنا السؤال وكأنه ثمة أخبار قد تصل إلى أنه قد يحدث تعديل في هذا القرار 1700 وواحد إلى أي حد يمكن أن نجيب على هذه النقطة انطلاقا من تصرحات مقاتي اليوم وكأنه يخاف من أن يكون هناك تعديل على هذا القرار أولا مهم كثير أنه نكون الدولة اللبنانية بشخص رئيس الحكومي اللي هو رئيس حكومة تصريف العمال عم الطالب وأخيرا بتطبيق 1701 وقتل بنقول أنه هذا 1701 مش لازم نضيف عليه أو ننقص عليه خلال نعرف أول شي شو فيه إذا بنروح على الفقرة التالتة من الفقرة التنفيذية من هذا القرار شو بقلنا يشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية عملا بأحكام القرار 1559 والقرار 1680 وبيكمل والأحكام المرتبطة والواردة في اتفاق الطائف حول ممارسة كامل سيادتها وسيطرتها عم يحكي عن الدولة اللبنانية في شكل لا يترك أي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية هيدا هو الـ 1701 بكمل بالبند الخمسة بشير إلى اتفاق الهدنة يلي مضى بين لبنان وإسرائيل سنة التسعة واربعين وبيقول يجب الحفاظ على الحدود اللبنانية بموجب يلي الاتفاق الهدنة شو بقول اتفاق الهدنة اتفاق الهدنة اليوم هو بين لبنان وإسرائيل يلي عاد وأحياء هذا القرار 1701 بيقول أنه هيدا أولا تطبيق للقرار 62 على 1948 قرار مجلس الأمن هذا القرار بذاته هو اللي بيدخل تحت الفصل السابع للأمم المتحدة واللي بيمنع الأطراف من الجانبين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي من أن يصير في أي خرقات جوية أي خرقات برية أي خرقات أخرى أو اعتداءات عسكرية وبيطلب من الجانبين أن يكون عندهم قوات حدودية فقط هي عندها إمكانيات تسلح دفاعية وبالتالي نحن كدولة لبنانية مش بحاجة لأكتر من 1701 وهذا 1701 هو ما فينا نفسره 100 تفسير لأنه إذا ضلينا نتشاطر بالتفسير للأسف نحن بدنا نترك مصيرنا بحسب أجندة نتنياهو ونحن نعرف نتنياهو وشو عمل بغزة وشو راصد يعمل بالبنان طيب أشير للعواجل أن وسائل الإعلام الرسمية سورية هذه المرة سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته يعني نفس التوقيت بالأمس لو يذكر المشاهد الكريم كنا نتحدث عن حادثة اختطاف مواطن سوري من داخل سوريا اليوم هناك سماع دوي انفجار في محيط دمشق وطبعا سنوفيكم إذا توفرت معلومات عن طبيعة هذا الانفجار ماذا كان يقصد وبالتالي سنكون على تواصل مع بعض المعلومات التي توضح هذه الأمور وأنباء أيضا عن غارة في حي سيدة زينب في دمشق في سوريا أيضا إذن حي سيدة زينب في دمشق وأيضا هذا الانفجار الذي سنتحقق منه أستاذ ربيع طالما أولا أنا أشكرك أنك محضر ومعك مستندات وتفاصيل عن القرار وده شيء مهم جدا كثيرون فهموا أن القرار أستاذ ربيع أنه التزام على اللبنانيين فقط مع أنه القرار فيه التزام للإسرائيليين يعني كما أنه ينص على انسحاب اللبنانيين من نهر الليطاني باتجاه معين بمسافة المعينة هو أيضا ينص على انسحاب الإسرائيليين فلو توضح لنا هذه النقطة للمشاهد حتى بمساعدتك أنه هو التزام أيضا على الإسرائيليين فالمطالبة بأن يلتزم اللبنانيون بتنفيذ القرار يعني ويلتزم الإسرائيليون أيضا يعني لماذا دائما يهم الفكرة أن هناك التزام على الإسرائيليين على الحكومة الإسرائيلية يجب تنفيذه هو لشكل قرار كان واضح بالتزام على الجهتين بعدم خرق السيادة الدولتين أو الكيان الإسرائيلي والدولة اللبنانية ولكن للأسف الجهتين ما احترمت تطبيق هذا القرار وهيضا اللي ودانا أنه رغم وجود قوات حفظ الأمن بالجنوب أنه صار في عودة لحزب الله بكافة ترسانته الحربية إلى الحدود الجنوبية وخرقات إسرائيلية بالمقابل تخطت 3000 خرق طوال فترة الهدنة اللي كانت بين لبنان وإسرائيل على مدى 18 سنة أو 17 سنة اللي تم فيهن تنفيذ 1701 ولكن 1701 واضح هو فرض على الجهتين للأسف 1701 يوكل تنفيذ تنفيذه لقوات حفظ سلام من جهة لبنانية فقط مش من الجهة الإسرائيلية لشان هيك نحن عنا مصلحة أنه نروح نطبق اتفاقية الهدنة سنة 43 بيننا وبين الجهة الإسرائيلية اللي موقع عليها الجهة اللبنانية والإسرائيلية ويلي مذكورها بالقرار 1701 واللي بتقول ولا أقرالك بما أنك حكيت عن التحضير لا أقرالك اللي بتقول بالمادة الثلاثة مننا عم تحكي عن تطبيق القرار 62 قرار مجلس الأمان يلي بيعلن هدنة عامة بيننا بين لبنان وإسرائيل ويمنع تحرم على مختلف أنواع القوى المسلحة النظامية وغير النظامية النظامية وغير النظامية من ارتكاب أي عمل عدائي وعدم جواز تخطي خط الهدنة يلي هو الحدود المعترفية المرسمة من اتفاق بولين يو كومب سنة 23 بيننا وبين إسرائيل تخطي خط الهدنة المبين في المادة الخامسة أو التدخل عبر المجال الجوي أو المياه الإقليمية للفريق الآخر ترجمة نانسي قنقر